مرة تانية برحب بنادر وها بحمادة تحبوا نبتدي منين؟ أنا أحبب أبتدي الحقيقة من سيمبا بتاعنا نروح ماتش سيمبا بما أنه طبعا بطولة جديدة بطولة عليها العين القرع اللي وقعت الأهلي بطل الأفريقية في مواجهة سيمبا التنزاني تقييمكم لسيمبا الأول قبل ما نستعرض نسخة سيمبا اللي تظهر قدام النادي الأهلي تجربة سيمبا في الكهرة الأفريقية أو في البطلات الأفريقية في السنوات الأخيرة شايفينها إزاي؟ نادر سيمبا مؤخراً ولزي ما شفناه وليعبنا معاه في منشاط كتير في أفريقيا وتحديداً موسم من قبل اللي فات كان موسم من العشرة موسم من العشرة وكان معاهنا في الموعة ماتش ميكيسوني ماتش ميكيسوني كان سبب أساسي في أننا نتعاقد مع لويس ميكيسوني كان وقتها سيمبا بيضم على فكرة الناس كتير جداً متعافش ده بس أنا خلينا أقول لكم أنه ميكيسوني وده مش رأي الشخص يعني رأي خبراء كتير جداً شافوه أو تابعوه ميكيسوني لعب جاد جداً جداً بس ما تأقلمش زي كتير على فكرة زي كتير الجوم من نادي الأهلي بس ما تأقلمش وظروف ما خدمتروش مع نادي الأهلي لكن هو إحنا شفناها مع سيمبا شفناها في المباراة اللي كانت قدام الأهلي وتحديداً اللي كانت في تنزانيا بعيداً كمان عن ميكيسوني السنادي أصلاً إحنا شفنا سيمبا يعني الفترة دي المشروع بتاع سيمبا وطريقة تقديمهم للعيبة وطريقة الإعلام بتاع سيمبا وطريقة اللي كانت معي أنتوا على هوا وإحنا بمقابلين وكان وجمهور سيمبا نفسه ملعبهم صعبة مش سهل هما دايماً بيكون عندهم قدرة في المباريات الكبيرة في أفريقيا عنا شفناهم قدام الفرق الكبيرة مش من الفرق اللي بتروح زي ما يقولوا كده ايه بتروح تاخد شنطة الجوان وتمشي لا فرق فرقة محترمة فرقة وقف على رجلها فرقة متواجدة في سيمي فاينال السنة اللي قبل كورتر فاينال السنة اللي قبل اللي فاتت أعتقد وجودها أصلاً بشكل عين في السوبر ليج ده اللي بيضم نخبة الأندية اللي موجودة في أفريقيا ففكرة وجودها ده بحد ذات وإصلاً دي حاجة ترجم مدى الاحترافية اللي هم عليها صحيح شكراً